تعالوا نطير سريعا الى الولايات المتحدة الامريكية وتحديدا البيت الابيض وفعاليات القمة المصرية الامريكية بين الرئيسين السيسي و ترامب ومعي على الهاتف مباشرة من هناك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الرئاسة المصرية مساء الخيرات يا معالي السفير مساء الخير يا تامربي اهلا وسهلا بحضرتك ان شاء الله اكون بخير وتحياتي للسيد الرئيس والوفد المرافق له وارجو ان تطلعنا على فعاليات ومناقشات ومحاورات القمة المرتقبة بين الرئيسين السيسي و ترامب لا هو الحقيقة يعني اشكر حضرتك على الصحيات ويعني بحيث ذاتك والبرنامج مساء الخيرين هو القمة تمت بالفعل منذ قليل انتهت منذ قليل والحقيقة كانت بكم ممتازة تباحث بجميع الموضوعات المتحن لبلدين هم الولايات المتحدة كدولة حليف استراتيجي لمصر وكدولة عظمة في العالم وبالمقابل كمصر دولة مرتبية وكثيرة في منطقة الشرق الاوسط كان في شككات بالعلاقات الثنائية والعلاقات الاستصادية والعلاقات الامنية والعلاقات الاستثمارية ايضا العلاقات العسكرية كان في شككات طبعا دي الملفات الساخنة في منطقة الشرق الاوسط قردية الفلسطينية الملف البيلي ملف السوري فالحقيقة كان هناك يعني نقاشات معمقة وسيد الرئيسي يعني شرفه نظر نفس كل تلك الامور اللي الحقيقة يعني دائما سيد الرئيسي يقررها منذ فترة وثبت مع الوقت صحتها لدرجة كثيرة في كثير من الامور الرئيس الامريكي الحقيقة وكهد شكر باسم الولايات المتحدة وجميع مؤسساتها والإدارة الأمريكية دي موجود سيد الرئيسي اللافتة جدا في نشر ثقافة الحرية الأديان والتسامح الدين وابلاء والتسامح الديني وابلاء العبادة سواء للأخوة الصحيحين أو للمسلمين في جميع المدن الجديدة والثقافة أكيد لسلامة مصر تبناتها والسيد الرئيسي فكلها مرضوط كبير وهذا تنتشر في المنطقة كذلك طبعا رئيس ترامب أثنى بشكل كثير على الجهود المصرية الأخيرة في احتواء الوضع في غزة وتخفيف المعاناة على الشعب الفلسطيني يا حديث زيما عباك عارف المعبر رفح تقريبا مفتوح من رمضان اللي فات يعني تقريبا السلام صحيح وكذلك جهود المصالحة من حماس وفتح والحقيقة يعني وكذلك طبعا قدر كبير من استفاهم من رئيس ترامب لما لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا ولمصر من تجارب وخبرات كبيرة جسد في مجال ملف السلام مصر كانت أول دولة بتجد في المنطقة السلام وأيضا في مجال مكفحة الإرهاب وأيضا في مجال العبور في مصر من سنوات بثلاث صعبة تجد من 2015 رمضة لها إلى أن تقلق الرئيس المقليد الفتاح سعد سفير هل صحيح أن الرئيس الأمريكي ترامب سؤل عن الأوضاع في مصر ومسألة التعديلات الدستورية فأجاب أنه لا يعلم شيء عن التعديلات الدستورية ولكن يؤكد على أن الرئيس السيسي يقوم بجهد عظيم في مصر وهو شخص عظيم هو الحقيقة هذا الموضوع لم يصار في النقاشات أو المقاشات الموسعة ما دين وضعي البلدين دعني أقول لك أن الصفة عامة كان في تقدير كبير جدا لدور السيد الرئيس في مصر وفي المنطقة وفي أفرقه وده نقول التجربة النجاحة والتجربة التي تكون فيها نجاح ونتائج وقوة دائما ما بتكون لافتة ودائما ما تتحدث بالتقدير والمتابعة خاصة لأن دولة كتيرة زي الولايات المتحدة وطبعا بيجيب كل الأمر أهمية أن تكون مصر بالتجربة دي هي دولة زي مصر المركزية ومحورية ولا تأثير كبير في المنطقة هل سيجرى مؤتمر صحفي علني أم سيتم الاكتفاء بالتصريحات لتخرج سواء من حضرتك أو متحدث البيت الأبيض لا هو الحياة ما فيه وطمر صحفي هو عيدة فيه بيانات تفصيلية ستصدر من الرئاسة على وشك السجور حاليا وبذلك من البيت الأبيض وطبعا يعني لسه مدال هناك في مقابلات اليوم مقابل سيد الرئيس مع فلسلين مدارد سيدريك من صندوق المناطي الدولي للمقابل طبعا على المرحلة الأخيرة من الإصلاح الاقتصادي برنامج صندوق مع مصر ونحن يعني مصر على مشارفنا تتدخل المرحلة الأخيرة النجاحة إن شاء الله وامور مكرة صبعا تتعلق في الإصلاح في مصر وكذلك في المساء لقاء مؤسع مع غرفة التجارة الأمريكية تأكد اللقاء دا لأنه كان فيه كلام عن ترتيب اللقاء مع غرفة التجارة الأمريكية لا دا تأكد في المساء بإذن الله وتأحضره سيد الرئيس والرسل المصري وبحضور مجلس الأعمال المصري الأمريكي والحقيقة يعني الانتقاء دا أو الانتقاء دا دا مواكدا معه إنه المجلس بيحتفل باردين سنة على إنشاؤه لأنه أنش فيه أعقاب تحقيق سلام مدين مصر سنة 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 ممتاز هل هناك نشاطات أخرى في جدول الرئيس في الولايات المتحدة؟ لا الحقيقة يعني هو فيه مؤابلة حضا بإذن الله مع إفانكا سلام مستشارة الرئيس الأمريكي وهي كريمة الرئيس الأمريكي كمان طبعا هي كريمة الرئيس الأمريكي وتعمل في الإدارة الأمريكية مستشارة الرئيس صحيح غير الترتيب يعني ممكن يكون في وقت اليوم أو غدا يعني غير الترتيب لها بس المؤابلة يعني مقررة ثم المقادرة والاتجاه إن شاء الله إلى ديارة كل الملك الدجوار واستنغال واستكمال الجودة الأفريقية سعد سفير بشكرك شكرا جزيلا السفير بسام راضي متحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية كان معنا على الهواء مباشرة من واشنطن بعد لحظات من ختام فعاليات القمة المصرية الأمريكية والمباحثات الثنائية التي جمعت الرئيسين عبدالفتاح السيسي ودونالد ترامب وكما قال سفير بسام إنه كانت مباحثات مهمة شاملت كل الملفات الشائكة في منطقة الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية المصرية الأمريكية وكان الجنب الأبرز في تصريحات دونالد ترامب قبل المباحثات وبعدها هي إشادة بالدور المصري والدور اللي يقوم بالرئيس السيسي سواء في ملف مكافحة الإرهاب أو في ملف التسامح الديني وحرية العبادة وإنشاء دور العبادة خصوصا في المدن الجديدة التي تقيمها الدولة المصرية قلت لحضراتكم إنها قمة مهمة وأعتقد إنه النهاردة بالليل وبكرة هتبتدي تظهر توابع هذه القمة من أخبار ونتائج وبيانات صحفية تظهر مواقف البلدين وتقارب وجهات النظر للبلدين في كثير من الملفات لكن خلونا لا نستبق الأحداث بكرة حيب عندنا كلام كتير وتحليل كتير وإلى الغد إن لمنتظرون